البوليميرات البوليميرات اللدنة والبوليميرات المتصلدة البوليميرات هي جزيئات عملاقة تتكون من آلاف من الوحدات المتكررة التي تسمى منمر وتتوقف خواص البوليميرات على عدة عوامل منها نوع المونمر والروابط بينها والروابط داخل المونمر وبين السلاسل البوليميرية وتتأثر البوليميرات برفع درجة الحرارة بطريقتين وهما إما أن تلين برفع درجة الحرارة وبذلك يمكن تشكيلها عدة مرات وتسمى البوليميرات اللدنة أو ثرموسوفيتينغ بوليمير ومن أمثلتها البولي إثيلين والبولي بروبلين وتستخدم البوليميرات اللدنة في العديد من المنتجات التي تستخدم بشكل يومي مثلا تستخدم في عزل الأبواب والنوافذ وفي عزل الأسلاك وكذلك في معاطف المطر والمواسير وتكتسب البوليميرات هذه الخاصية الليونة والمرونة عندما لا تكون هناك روابط داخلية بين السلاسل البوليميرية أو روابط ضعيفة تتكسر برفع درجة الحرارة وبذلك تصبح السلاسل البوليميرية حرة الحركة إلى حد ما ويمكن إزاحتها عن بعضها البعض وأيضا هذه البوليميرات تصبح ذات درجة صهار صغيرة النوع الثاني من البوليميرات لا تلين برفع درجة الحرارة وتظل على شكلها ولا يمكن إعادة تشكيلها وتسمى البوليميرات المتسلدة أو سرموسيتينج بوليمير وذلك نتيجة الروابط القوية بين السلاسل البوليميرية والتي يمكن تكوينها بإضافة عنصر الكبريد أثناء صناعة البوليمير والذي يقوم بربط السلاسل البوليميرية بقوة مع بعضها البعض ويستخدم المطاط وهو أحد أنواع البوليميرات المتصلبة حراريا في صناعة إطارات السيارات والدراجات وذلك بعد إضافة الكبريد إليه لربط السلاسل البوليميرية مع بعضها البعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر